من دعم الإنقلاب في عدن إلى دعم وإدارة عملية واسعة من الفوضى والتخريب في محافظة شبوى هي بالتحديد المهام التي تقوم بها الإمارات في هذه المحافظة وفي بقية المحافظات فيما تواصل الإصرار على بقائها في التحالف عوناً للمملكة كما تدعي وحرباً على اليمنيين كما هو على أرض الواقع من معسكر العالم في الجنوب الشرقي من مدينة عتق تواصل القوات الإماراتية إيواء المخربين ومتمردي المجلس الانتقالي وتوزيع الأسلحة والإشراف على الاعتداءات التي تطال المنشآت النفطية في محافظة شبوى واستهداف عناصر الجيش والأمن في المحافظة أحدث رسالة رفعها محافظ شبوى محمد بن عديو إلى الرئيس عبدربو منصر هادي تضمنت شكواً مرة من الإمارات وطالبت بتحديد الوضع القانوني لمعسكر العالم الذي يأوي عشرات المطلوبين أمنياً المحافظ أوضح في رسالته أن المعسكر لا يقوم بأي عمل يخدم أهداف التحالف بل أصبح وكراً للمطلوبين أمنياً وتسليحهم لتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد وضباط الجيش والأمن بالمحافظة وطالب الرئيس بالتخاطب مع قيادة التحالف لإقناع القيادة الإماراتية في هذا المعسكر بتسليم المطلوبين أمنياً لمحاكمتهم أمام القضاء وتشكيل لجنة مشتركة من التحالف والشرعية للتفتيش عن المطلوبين داخل المعسكر وبما أن معسكر العالم وفقاً لمحافظ شبوة يتبع التحالف والشرعية جزء من هذا التحالف فيتعين إشراك ممثلين عنها بالمحافظة للتواجد بشكل مستمر داخل المعسكر أما إذا كان يتبع الإمارات لتدريب ميليشيا الانتقال على استهداف الجيش والأمن فيتوجب إلزام الإمارات بتفكيك المعسكر الذي يقع في منطقة نفطية بهدف دعم التمرد على الشرعية كما جاء في رسالة محافظ شبوة ثانية من نوعها خلال أقل من شهر فقد سبق لمحافظ شبوة أن شكا إلى الرئيس هادي من استفزازات يقوم بها طيران الأباتش الإماراتي ضد النقاط العسكرية المنتشرة بين بلحاف والعلم وكلا المعسكرين تحت سيطرة القوات الإماراتية حتى اللحظة وذلك للتغطية على عمليات تهريب متواصلة للأسلحة النوعية من بلحاف إلى معسكر العلم الذي تتوزع منه هذه الأسلحة لمتمردي الانتقال في محافظة شبوة من اليمن إلى ليبيا مروراً بالصومال تحول إرهاب الدولة الذي تمارسه الإمارات إلى مصدر تهديد خطير لأمن الدول الثلاث فاللافت أن هذه الدولة لم يرق لها الاستمرار كجزء من تحالف يدعم الشرعية في اليمن فلجأت إلى الاستثمار في بناء التشكيلات المسلحة المتمردة ودعمها تماماً كما تفعل في الصومال وليبيا وعلى رؤوس الأشهد